اهلا بكم من تاني على قناة مانجا سيكستي فور بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز طبعا بعد عرض النينتاندو ديراكت تبينت الاراء وديت حاجة انا لاحظتها هنا في قسم التعليقات على القناة يعني فيه ناس كانت مبسوطة فيه ناس كانت اوكي مش متضايقة قوي وفيه ناس كانت محبطة وتعالوا الاول نتفق ان دوت شيء طبيعي يعني انت لو داخل على عرض ومنتظر لعبة بعينها ولم يتم ذكر هذه اللعبة اكيد مش هتمها مبسوط لو انت كنت منتظر لعبتين ثلاثة وبرضو لم يتم ذكرهم طبيعي جدا انك تبقى محبط ولو كان اللي نفسك فيه اتعرض لك اكيد هتبقى مبسوط فالاول وفي الاخر الموضوع نسبي وبيرجع للمشاهد والمستهلك والمطلقي لكن برضو خلونا نبقى موضوعيين شوية انا مش هدافة عن نينتاندو بالمناسبة يعني لكن بقول لازم نقيم الامور بشكل يكون مش شخصي على قد ما نقدر يعني هل اي شركة مش نينتاندو اي شركة منتجة للألعاب ملبي جميع الطلبات في عرض واحد اكيد لا هل اي شركة تقدر انها تقدم كل الالعاب اللي هي بتخطط لها في عرض واحد اكيد لا والمشكلة طبعا كان ان سقف التوقعات عالي جدا لما تشوف الناس عايزين دونكي كونج جديدة وماريو جديدة وزلدة جديدة وتجميع تلعاب زلدة ونينتاندو سويتش برو وحاجات كتيرة يعني ممكن نقب في القسم التعليقات نبص ونشوف الناس كانت نفسها ايه هنلاقي ان يمكن بنتكلم عن عشرين ثلاثين لعبة حصرية عن نينتاندو سويتش وحاجات تقيلة فاكيد ما كانش دوتها يحصل من جانب تاني برضو الناس اللي احبطت ان نينتاندو سويتش برو لم يتم ذكره يعني ديت انا بالنسبالي برضو حاجة عليه علامة استفامي يعني احنا عارفين انهم مشغالين عليه ومش عارفهم ومنتظرين ايه يعني ديت ممكن حاجة اللي بنتكلم عليها بعدين لكن هو نينتاندو قالت انها هتركز على السوفت وير فلو انت كنت داخل عرض ومنتظر ان يبقى فيه ذكر للنينتاندو سويتش برو فهم من الاول قالوا ان دوت مش هيحصل فبالتالي ما كانش المفودي بعندك التوقع دوت انا عن نفسي انا كنت اتمنى يعني اعملوا لنا مفاجأة الصراحة يعني ايوة نينتاندو قالت مش هيكلموا على اي حاجة غير الالعاب لكن كنت بفكر طب وايه يعني لو في الاخر كده مثلا دولنا هنت كده ولا حتى راملنا اي حاجة لكن للاسف دوت ما حصلش تعالوا بقى نرجع لتقييمي انا انا لما لخصت العرض قلت ان هو كان عرض جيد جدا مع اعادة النظر بصراحة انا هعمله داونجريد شويه وهنزله ليه عرض متوسط متوسط او جيد يعني ايه حتى في النص كده وهاشرح السبب ليه في الفيديو داونجريد شويه المهم لو ديت اول مرة ليكم على القناة ريت تعمله سبسكرايب وفي كل احوال لو الفيديو عجبكم ريت تعمله عليه لايك وما تنسوش تشاركوني اراءكم في قسم التعليقات علشان ندردش سوا شويه السبب ان انا قلت ان العرض كان جيد جدا انه هو على مستوى شخصي تقريبا لبه جزء كبير من توقعاتي فانا يعني حسيت انه اوكي العرض ميا ميا انا في حاجات كنت منتظرها في حاجات كنت متوقحها نسبة معقولة منهم حصلت فانا كده خلاص اتعشيت لكن ما اعطت النظر وحاولت بص الموضوع بنظرة موضوعية شويه حسيت انه اوكي لا هو نينتاندو الى حد ما ممكن نقول كده ايه اندر ديليفرد يعني كان ممكن يعمله احسن من كده تعالوا الاول نبتدي بتوقعاتي يعني لو تفتكروا من الفيديو اللي قبل الاي 3 لما انا حاولت اطوارك ايه الحاجات اللي هتيجي في النينتاندو ديراكت انا قسمت لهم 3 اجزاء يعني فيه حاجات قلت انا هابسهم بالعشرة انها هتحصل وبعدين فيه حاجات قلت انا متوقع بنسبة كبيرة ان بعضا منها يحصل اكيد مش كل حاجات ديت وديت زي ما بيقولوا كده اللي هو ايه يعني يثرو ادوول بتحدف على الحيطة وتشوف ايه اللي هيلزأ يعني انا مش بقى اللي هو ايه شاطر ونبيه وعرفت بقى جيبت ديب من ديله لان التوقعات اللي انا قلتها بعضا منها حصل هي يعني كانت قراية لمجموعة من الحاجات المحتملة فا اكيد كان لازم فيه حاجات منهم هتحصل لكن عاوز اوضح حاجة ان انا كان بالنسبة للمعيار هو ان لو حاجتين او ثلاث حاجات من اللي انا متوقع حدوثهم هيحصلوا بالفعل يبقى كده دوت هيبقى عرض تمام ودوت فعلا اللي حصل وفي الاخر كان فيه حاجات بقول اتمنى انها تحصل ولكن بستبعد بنسبة معقول انها تحصل ولكن بتمناها ولو حصل منهم حاجة او حاجتين هبقى مبسوط فمهم هنرجع لفيديو التوقعات دوت لان دوت هيبقى بالنسبة لي اساس للنقاش حوالين تقييم النينتاندو ديركت والاهم من كده ما هو اقاتي في المستقبل القريب والبعيد تعالوا دلوقتي نبتدي بالحاجات اللي انا اجزمت انها لازم هتحصل يعني اللي انا قلت هبصم بالعشرة انها هتحصل في عرض النينتاندو ديركت هما كانوا سبعة حصل منهم خمسة الحاجتين اللي ما حصلوش دولا بالنسبة لي فيه علامة استفهام عليهم اول حاجة طبعا كان براثل دوايلتو يعني انا قلت انه لازم هيكون لها تواجد ودوت حصل هو انا قلت لازم يبقى لها تواجد كبير ودوت بقى ما حصلش وديت حاجة بالنسبة لي كانت غريبة يعني اوكي اللعبة هتنزل في الفين اتنين وعشرين لكن انتو تقريبا ما ورطلناش اي حاجة يعني هو كان تريلر ديانوس فانا كنت متوقع انه هيبقى فيه جيم بلاي اوكي يورونا شوية جيم بلاي لكن صراحة انا كنت اتمنى ان هما يرضوا فدولنا بشكل افضل من كده وديت بالمناسبة من الحاجات اللي خلتني مع اعادة النظر اقل لتقييم العرض لان حسيت ان اهم حاجة في العرض او الشيء الاكبر اللي كانت الناس متوقعوا حدوثه صحيح ورونا حاجة من اللعبة لكن تقريبا لم يتطرقوا لاي شيء يرضي في دولنا او حتى يوضح لنا اللعبة ديت هتبقى مختلفة عن الجزء الاول في ايه مع الوضع في الاعتبار ان اللعبة هيجرى احداثها في العالم اللي احنا استكشفناه في الجزء الاول فصحيح ورونا السماء والجزر اللي فوق ويمكن يبقى فيه كهوف تحت بس معرفش يعني برضو في الاول وفي الاخر اللعبة هتبقى احداثها في العالم اللي احنا استكشفناه فكنت اتمنى يبتدوا يتعاملوا مع الحاجات ديت يبتدوا يكلمونا لو هيرجع الدونجنز او الزنازين تاني لو هترجع الادوات اللي احنا حبناها في عالم زلدة زي الهوك والمش عارف ايه والحاجات ديت فديت كلها حاجات يعني ما نعرفش عن حاجة ممكن بقى نعمل تحليلات ونحاول ان احنا نستنبط من العرض اي حاجة نقدر ان احنا نبتدي نوصل لنوقت ببعض لكن في النهاية ما في كانت نينتاندو هي اللي تقدم لنا ده مش احنا اللي نجري ونحاول نحنا نشامش من وراها فيه ناس بتعمل تحليلات رائعة وعاوز احلكم هنا لتحليل عملته قناة قهوة وجيمر تقريبا تلاتين دقيقة لكن مش تضيع وقت يعني يوم ما فصصوا التريلر وفيه منقشة حلوة بس برضو هرجع تاني واقول مش المفروض احنا اللي نعمل ده يعني مفروض كانت نينتاندو تقدم لنا اكتر فده من اهم الاسباب اللي انا قللت تقييمي لعرض لنينتاندو ديراكت يعني لو كنت منبهر ايه براث الظوايل تو يشطى يا سلام شعر لينك بيطير ايه الكلام الجامد دوت بس يعني لا خلونا نبقى موضوعيين لا كان مفودي بفيه اكتر من كده فيه حاجة تانية هو طبعا معد اصدار اللعبة انا كنت متوقع انها هتنزل السنة الجاية انا قلت هو فيه او اوبشنز يعني في شهر تسعة او عشرة السنة دي او في وقت ماه السنة الجاية وبتوقع انه هيكون في مارس ورجحت انه يبقى السنة الجاية وللاسف دوت حصل فاذا من الناحية ديت يعني اوكي براث الظوايل تو تم ذكرها احبطنا لان اللعبة مش هتنزل السنة دي لكن اوكي كان تواجدها حاجة كده يعني كنت اتمنى انه يبقى اكتر من كده بس اوكي حاجة برضو كان نفسينا فيها فهي تعتبر حصل الحاجة التانية اللي اكيد كانت هتحصل هو طبعا الكشف عن شخصية جديدة من سماش وظن ان اضافة شخصية من تاكن ديت حاجة ايجابية انا مليش في تاكن قوي لكن احب ان يبقى ليها تواجد وفيه ناس كانت بتطالب بدوت صحيح انه كنت متوقع كريش ولسه ممكن دوت يحصل لانه لسه فيه شخصية هيتم الكشف عنها في وقت ما السنة دي لكن اضافة شخصية من تاكن ديت كانت مفاجأة جميلة جدا والصراحة التريلر اللي تعمل للشخصية كان اسطوري وظلامي جدا يعني منظر جانوندورف وهو فتح بقه مطلع لسانه وكابتن فالكون ويعني النظارة بتاعته متضمرة لا لا يعني كان عرض قاتل وبروتل شين ميجامي تانسي اخيرا ادو لها معاد اصدار ديت حاجة ناس كتيرة مستنياها وكان لازم الصراحة تتعمل لان ديت لعبة تكلمونا عنها من قبل ما حتى يبقى في نينتاندو سويتش في الاسواق يعني لما اعلنوا عن نينتاندو سويتش قالوا بصوا يا جماعة الشين ميجامي تانسي فايف احنا شغلين عليها وتنزل حصرية على الجهاز فكان لازم يعملوا لها معاد اصدار يعني اللي بديت كان فيه علامات استفهام عليها امتى امتى هتنزل فديت طبعا من الحاجات الايجابية جدا اللي حصلت الناس اللي بتحب شين ميجامي تانسي فايف اتعشت من عرض النينتاندو ديركت لمجرد ان اللي بقت عمل لها معاد اصدار فدوت اللي دايما عايز انبه وانوه عليه ان في الاول في الاخر موضوع ناسبي لو انت داخل العرض ونفسك في شين ميجامي تانسي فايف تنزل للسنة دي انت كده بتنسبه لك العرض يعني ميت فول وعشرة رابع حاجة توقعتها هو ان وديت هتضم لعبتين فيه اعتبروا توقعين في بعض انه هما هيكلمونا عن الالعاب اللي احنا ورادي بالفعل عارفين انها نازلة زي ماريو جولف وسكاي ورد سورد والحظن الحظ ما عادوش فيهم كتير يعني ايه حاجة على الماشي كده بصوا يا جماعة اللعبة ديت نازلة ادي الطور بتاع اللعبة في ماريو جولف ادي شوية من سكاي ورد سورد والسلام عليكم ده كان طبيعي طبعا لازم يحصل وحصل اللي كان غريب بالنسبة لي ان بوكيمون لم يتم ذكرها خالص ولكنها موجودة اه معرفش داوت بقى معاناها ان هيبقى فيه عرض بوكيمون بريزنتس بعد كده ولا لأ لكن انا شايف ان الناس اللي منتظر بوكيمون كان يعني لازم يدولهم حاجة يعني لازم يدولهم حاجة على الاقل بالنسبة لبوكيمون بريلينت دايموند ان شاينينج بيرل لان فيه كلام كبير على ان الجرافيكس هتتغير شوية هيبقى فيه تحسينات نوعية اللعبة هتبقى عاملة ازاي نحن محتاجين نعرف اكتر عن اللعبة دية مع الوضع في الاعتبار انها شكلها كده هتبقى يا اما واحدة من العاب الاعياد او موسم الاجازات الكبيرة يا اما ممكن تبقى الوحيدة هنتكلم في الموضوع دوت اكتر كمان شوية فديت برضو من الحاجات انا مليش قوي في بوكيمون فتجهلتها لكن مع اعادت النظر قلت لا ازاي لعبة تقيلة زي كده وليه بقى احنا وردنا عارفين انها تنزل ما يتمش التطرك اليها في عرض المينتانو ديراكت اللهم الا اذا كان في عرض بوكيمون بريزنس جاي في الطريق فديت برضو من الحاجات اللي خلتني اقلل التقييم شوية اخيرا وديت حاجة انه كنتم ببصم بالعشرة لازم هتحصل وما حصلتش وهو ان هما يكلمونا عن تحديث ما لانامل كروسنج وكنت اتمنى انه يبقى تحديث كبير لكن كأن اناامل كروسنج مش موجودة معرفش هل دوت معناه ان ننتاندو خلاص يعني اكتفت بقى ان فيه 30 مليون واحد او اكتر اشتروا اللعبة ونبتدي نعمل لهم تحديثات صغيرة وبعدين مع الوقت خلاص ولا فيه حاجة كبيرة هيتم تكشف عنها لاحقا منفصلا ممكن تويتر دروب ممكن عرض صغير كده يتعمل على اليوتيوب هنشوف بس ديت برضو كانت من المفاجآت بالنسبالي وبردو من الحاجات اللي خلتني اقلل التقييم مش لاني بس مع الوضع بس واحد يقول لك ايه طب انت كنت بتقول ان الموضوع نسبي فاحنا مش مفهود نقيم العرض بناء على توقعاتنا صحيح بس انا بالنسبالي بوكيمون مش حاجة مهمة فلو انا موضوع شخصي ما كنتش هدخله في مسألة تقييم اللعبة او تعديل التقييم وكذلك انا بحب انا مكروسينج جدا لما كلا انا خدت كفايتي منها يعني 200 ساعة لعب انا وصريتي بس يعني 200 ساعة لعب ده كفاية يعني حتى لو عاملين تحديث كبير غالبا ما كنتش هلعب بيه كتير لكن فيه ناس مستنية ده فعلشان كده انا بحاول ابص للموضوع مش بس من وجهة نظري ولكن من وجهة نظر الناس التانية نيجي بقى دلوقتي للتوقعات يعني الحاجات اللي كنا بنقول ايه هو في نسبة معقولة ان حاجة من الحاجات اللي انا هذكرها دلوقتي هتحصل وكان بالنسبالي المعيار هو ان لو حصل حاجتين او ثلاثة يبقى كده تمام ولو اكتر من كده يبقى 110 هو تقريبا حصل حاجتين ثلاثة ودوت اظن الحتة ديت هي اللي احبطت الناس بقى لان كان منتظر اكتر من نينتاندو تعالوا الاول نرجع لي الحاجات اللي انا كنت متوقعها احنا تقريبا توقعنا سوى ست حاجات كان مرجح حدوثهم وقلت ايه ايه لو اثنين او ثلاثة منهم حصلوا يبقى تمام اول حاجة بيو ناتا ثري فين بيو ناتا ثري يعني انا انا مستغرب ديت بقى حاجة بالنسبة لدي عايزة فيديو لوحده ماذا حدث لبيو ناتا ثري؟ يعني الموضوع ابتدى يبقى مقلق احنا ما شفناش اي حاجة الا تريلر يتيم من كذا سنة فاته وكل شوية لقى يقولولنا اللعبة تمام شغالين عليها هيحصل حاجة تطمينهم كل حاجة طب فين طيب؟ يعني فين طيب؟ ديت كان بالنسبة لي امر غريب جدا 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 ان الله يتم التطارك الى اللابة او حتى يقولولنا نفس البق الحمضان بتاع كل مرة ان هم شغالين عليها فديت ما حصلتش تاني حاجة هو تواجد ما لمونيليث صوفت كان نفسي ان يبقى فيه اعلان عن زينو بلايد كرونيكلز ثري او ان هم هيعملوا زينو بلايد كرونيكلز اكس ريماسترد او ايا كان ويعيدوا اصدارها على النينتاندو سويتش مونيليث صوفت مختفية فضوت برضو يعني حاجة غريبة بالنسبة لي هم شغالين على ايه؟ والناس اللي مستنية جزء جديد من زينو بلايد كرونيكلز بقى لهم كتير صحيح نزلوا لهم زينو بلايد ديفينيتيف ايديشن لكن ده كان السنة اللي فاتت بلس انها لعبة قراري يعتبر اعادة اصدار اعادة اصدار لاعادة الاصدار اللعبة بقالها كتير قوي بيوعد اصدارها فكنا مستنيين حاجة من زينو بلايد كرونيكلز دوت برضو لاسف ما حصلش الكبيرة طبعا هو دونكي كونج يعني الاشعاعات الكبيرة قوي على ان دونكي كونج بيتعمل له جزء جديد وهيبقى 3D او لا هيبقى 2.5D لا ما نعرفش بس اكيد يا جماعة دونكي كونج وفعلا دونكي كونج ما تعملهاش لعبة جديدة من 2014 من ايام تروبيكال فريز لما نزلت على الويو فديت برضو من الحاجات اللي كان الناس منتظرة ومتشوقة انها تسمع عنها حاجة ولم يحدث هذا بالاضافة بقى اللي بالنسبة لي كانت مفاجأة الحاجة اللي تم ذكرها ولكن بالسلب هو تجميعة العاب زلدة يعني زي ما عاملوا مع ماريو تجميعة العاب حطوا فيها ماريو جالكسي وماريو سيكستي فور وماريو سانشاين كونوا منتظرين حاجة بنفس الشكل مع زلدة لكن الغريب بقى مش بس ان هما لم يعلنوا عن ده ولكن قالوا ان مفيش كامبين او حملة للاحتفال بعيد ميلاد 35 لا يخططوا لهذا ديت بقى بالنسبة لي كانت المفاجأة يعني مش بس ان هو لم يتم ذكر التجميعة ديت لا ده كمان تقريبا كده قالك ان ايه احنا حتى اساسا مش هنحتفل بعيد ميلاد 35 يمكن اكون انا غلط يعني ممكن اكون فهمت الموضوع دوت غلط لكن يبدو لي ان الدوت اللي كانوا هما بيقولوه بس انا مظنش ان دوت معناه ان مثلا تلاي لاي برينسس او ويند ويكر مش هينزيلوا على السويتش انا متأكد ان اللازم دوت هيحصل في وقت ما لكن واضح انه مش دلوقتي خالص ولا جزء كمان من احتفال عيد ميلاد زلدة فاذا في قسم التوقعات لحد دلوقتي تقريبا الحاجات اللي انا كنت متوقع انها تحصل مفيش حاجة منهم حصلت بس تثناء حاجتين وهو تواجد المال ماريو وانا بالتحديد قلت تعاون مع اوبي صوفت وجزء جديد من ماريو رابدز حصل ولكن هنا بقى الفكرة ان انا كنا نعرف دوت في عرض اوبي صوفت فبالتالي لما جيه في المنتاندو ديراكت الناس كانت اوكي ما احنا انا عارفين فدية كانت حاجة اظن لو كان تم الكشف عنها في عرض المنتاندو ديراكت من الاول وما جيش في اوبي صوفت الناس كانت هتتحمس وده كان هيدي قيمة اعلى شوية للمنتاندو ديراكت تاني حاجة انا قلت جزء تاني من ماريو بارتي ده كان بالنسبة لي حاجة لازم هتحصل انعجلا او اجلا الحاجة بقى يعني المثيرة في الموضوع اللي بصراحة انا شايف الناس عندها حق انها تتدايق منها ان هو ما عملش مثلا سوبر ماريو بارتي 2 هو عمل ماريو بارتي سوبر ستارز فجاب لنا الالعاب القديمة الميني جيمز القديمة وفلطرها كده وحطها لنا في باكتج جديد فدوت نوع من انواع حلب العاب ننتاندو يعني ننتاندو هتبقى ننتاندو في الاول في الاخر دي الشركة تهدف الى الربح وهم عارفين ان الناس هتشتري يعني الناس اللي اشتريت تجميح ماريو جالاكسي وماريو سانشاين وماريو سيكستي فور بستين دولار اكيد اكيد هيشتروا ماريو بارتي سوبر ستارز وزيلدا سكاي ورد سورد واي حاجة هيوعاد انتاجها تاني من اول وديد واصدارها بشكل يعني كل في الموضوع يغير لك الكوفر ويعمل لك شوية روتوش كده والناس هتدفع فلا ليه ليه ما يعملوش كده شركة تهدف للربح لكن من وجهة نظر المستهلك كده تقريبا يعني مفيش ابداع جديد في السلسلة انا عايز اقول ان دوت بالنسبة لي مش حاجة وحشة يعني انا احب ان هما يرجعوا للحاجات اللي كانت كويسة قبل كده ونكحة قبل كده بدل ما يحاولوا يعيدوا اختراع ميني جيمز جديدة وعادة يعني مع الوقت بيبقى اوكي يعني افكار كلها يا اما مقررة يا اما دمها تقيل يا اما مش متنفزة كويس فديد مش بالشرط حاجة سلبية ولكن بصراحة كان ممكن يبقى ابدات ابدات بعشرين دولار ولا حتى تلاتين دولار لكن مفهوم الناس متضايقة ليه في اذا في قسم التوقعات فيه نقدر نقول كده علامات استفهام كبيرة عمالة تطلع ودوت اظن الحاجة اللي احبطت الناس وانا من الناس ده يعني انا كان نفسي فوق الكلام دوت كله يوم حطت لنا كده اي كلام عن دونكي كونج ولا بيوناتها ولا ولا يعني كل واحد بقى حسب مزاجه بس اي حاجة يعني مش شرط الحاجات اللي انا متوقحة او نفسي فيها وساعتها كدت هابقى بقول اوكي لا تمام كده دبط عرض ماما الغريبة بقى بالنسبالي اللي انقذ العرض كان قسم الاماني الحاجات اللي انا كنت بقول اتمنىها لكن بس تبعد انها تحصل والقنبلة تاني من وجهة نظري انا كانت ميترويد راد الاعلان عن ميترويد راد انا كنت واثق ان ميترويد برايم فور مش هيكلموا عنها اساسا فمجرد انهم قالوا ان اوكي احنا شغالين عليها ده بالنسبالي اوكي طب قطر خيركم انا مش متوقع ان لعبة ده تنزل الا في اخر 2022 انما كانش في 2023 ده لو نزلت اساسا لكن اضافة ميترويد صناية الابعاد على مكتبة الالعاب لنينتاندو سويتش ده كان بالنسبالي تاني حاجة شخصية حاجة عظيمة جدا اكيد لو حد ملوش في ميترويد ده بالنسبالي طوز مش فرقة بس تعالوا برضو نتفق على حاجة نبص الموضوع بنظرة غير شخصية شوية كون ان يبقى في تواجد لالعاب نينتاندو السابقة السلاسل المنسية على النينتاندو سويتش دوت حاجة ايجابية بدليل ايه؟ انا مليش اوي في ادفانس وورز لكن نينتاندو اعادت احياء السلسلة ديت مع اصدار ادفانس وورز 1 بلاس 2 ان شاء الله في شهر ديسمبر السنة دي فكده دوت اتجاه كويس من نينتاندو يعني ان هم يبتدوا يعيدوا احياء السلاسل القديمة صحيح كان نفسي في ستار فوكس او كيد ايكاروس او حتى ايس كلانج بارس اي حاجة لكن اوكي انا راضي بميترويد درد وفرحان للناس اللي مبسوطة بألعاب التاكتكال استراتيجي مع تواجد ادفانس وورز 1 بلاس 2 كذلك الاعلان عن ووريو وير المكرر لها النزول في سبتمبر ديت برضو حاجة انا مليش فيها قوي لكن كانت من الاضافات الحلوة لعرض نينتاندو ديراكت وظن انها كانت من المفاجآت اللطيفة مش مفاجآت قوي لان كان في شبه تسريب حصل فاذا من ناحية ديت نقدر نقول ان اوكي بالنسبة لي انا تاني العرض كان تمام من ناحية التنبؤات يعني من ناحية الاماني يعني حتة الاماني بالنسبة لي الرافعة التقييم العرض وديت حاجة انا مش هتنازل عليها الصراحة من منظوري الشخصي مش هتنازل عليها لان انا مترويد بالنسبة لي كانت مفاجآت جميلة جدا انا كنت هحط مترويد في قسمة التوقعات اللي هي الحاجات اللي انا يعني متوقع انها هتحصل بالنسبة كبيرة لكن حتى في الفيديو قلت ايه بس قصدية اشعاعات وبالتالي يعني خلينا نعملها داونجريت شوية وديت طريقتي يعني دي كنت اظن طريقة نفسية ان انا مرفعش سقف توقعاتي قوي فما واخبطش وديت بقى حاجة نتعلمها يا جماعة نتعلمها سوا انا مش بقول انا هاجع علمكم تتوقعوا الحاجات ازاي وتتصرفوا ازاي لما يجي العرض وتنتظروا ازاي لا تعالوا سوا كده نتفق من نحاول نقلل سقف توقعاتنا ومنرفعوش بزيادة علشان ما نحبطش لما نعمل كده دوت غالبا معناه ان على الاقل نفسيا بعد العروض هنبسط اكتر في فيديو تاني انا بعمله اعداد هيبقى ملحق للفيديو دوت او استمرار للمناقشة وهيكون بيتطرق لي خطط نينتاندو الـ 2021 لان في موضوع مبهم كده في موضوع غامض يستاهل ان احنا نتناقش عليه سوا دوت ان شاء الله هينزل في خلال يوم او يومين من دلوقتي لكن في الوقت الراهن قلولي رأيكم في الـ comment section انتو كان وجهة نظركم ايه اثناء العرض او بعد وعلى طول وبعد كده مع اعددة النظر لان دبعا المشاعر بتبقى عالية سواء سلبية او ايجابية يعني زي اما مبسوط قوي او متضايق قوي لكن ممكن مع الوقت تغير وجهة نظرك هل دوت حصل معاك قولي في قسم التعليقات ونشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله